نواجه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي عددا من العقبات التي تعيق مهمته المركزية المتمثلة بإجراء الانتخابات المبكرة إلا أن أبرز هذه العقبات هي انفلات السلاح والتهديد الأمني للسلم المجتمعي المطلوب لإجراء الانتخابات سياسة الكاظمي في التعامل مع هذه المشكلة دفعت الكتلة السياسية إلى الانقسام بين مؤيد له ومعارض لسياساته خاصة في ظل اعتماده على محاولة تحجيم النفوذ الإيراني الداعم لعدد من الفصائل المسلحة وهو ما اعتبرته الكتل الرافضة للوجود الأمريكي حيازا في الموقف العراقي لواشنطن على حساب حليفتها طهران الأمر الذي يدفعها أكثر للوقوف من الكاظمي موقفا معارضا وفي الوقت الذي تختلف فيه الكتل السياسية فيما بينها حول كثير من المشاكل العالقة أصبحت قضية معارضة الحكومة وتأييدها حافزا لإيجاد تحالفات جديدة قد تغير الخارطة السياسية لإنتاج موقف حاسم من حكومة الكاظمي قبل الانتخابات المبكرة وبالعموم فإن التحالف العراقيون الذي أعلنه زعيم تيار الحكم عمار الحكيم قد يكون النواة الأساس لتحالف الموالاة للحكومة بالإضافة إلى سائرون وتحالف النصر وعدد من الكتل السنية والكردية في مقابل فتح دولة القانون وعدد من الكتل الممثلة الفصائل المسلحة المتحالفة معهم لتشكيل جبهة معارضة نيابية تعرقل عمل الكاظمي وسياساته التي يراها من جهته ضرورات لإجراء الانتخابات المبكرة فيما تراها هي من زاويتها تجاوزا على واجباته المكلف بها وخطرا يهدد وضعها في العملية السياسية ترجمة نانسي قنقر